حجة الوداع في ذي القعدة من السنة العشرة للهجرة أذن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحج هذه السنة فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فلم يبقى أحد يقدر على أن يأتي إلا قدم سميت هذه الحجة باسم حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها ولم يحج بعدها خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة المباركة أكثر من مئة ألف حاج وخرج صلى الله عليه وسلم بكل نسائه التسع رضي الله عنهن أجمعين انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميقات ذي الحليفة فاغتسل لإحرامه ثم طيبته عائشة رضي الله عنها ثم لبس إحرامه بأبي هو وأمه في ميقات ذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولدها محمدا فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم ثم لب النبي صلى الله عليه وسلم والناس معه يلبون وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأمر أصحابه برفع عصواتهم بالتلبية حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى منطقة سرف حاضت عائشة رضي الله عنها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعمل كل ما يعمله الحاج إلا الطواف وصل النبي صلى الله عليه وسلم لمكة يوم الأحد لأربع ليال خلون من شهر ذي الحجة من السنة العاشرة للهجرة ودخل المسجد الحرام يوم الأحد ضحى ودخله من باب عبد المناف وهو باب بني شيبة والمعروف اليوم بباب السلام ثم أدى العمرة فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من عمرته نزل الأبطح شرقية مكة فلما كان يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منا اشتركوا في القناة